نمشي والموضوع آخر وعنصر آخر في الفليجة اللي هو ثروة راشرد الغنوشي رئيس مجلس البرلمان قداش في سنة؟ 2700 مليار 2700 مليار ماهر مذيوب المكلف بالاتصال في مجلس النواب ونائب عن حركة النهضة علق على الموضوع نكونش على طر هاته لأنه عنده 2700 مليار وعنده كذا وعنده كذا وعنده كذا يعني طوى هذي سيادتي كانت قد قلية محترمة أنتم ما تخضعوش الضرائب ما نسميش حاجات مؤسسات رقبية في الدولة وعنش نغلوش ما يخلاش مؤسسات رقبية في الدولة يعني هذون الكل ماتوا مثلا انتحروا مثلا بمحيئة الضرائب وغيرها 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 والبنك المركزي والكل معناها سيهم شواء فيه ذي سيماهر مذيوب النائب عن حركة النهضة والمكلف بالاتصال في مجلس النواب يعني مكلف بالاتصال في مجلس النواب قاعد يدافع على ما يوجه من تهم رشد الغنوشي اللي أثرتها صحيفة الأنوار كانوا فهمة ميزانية معناها أمواله تقدر بـ 2700 مليار فأوزن هذا كلام مردود لأنه فعلا فهمة تجاوزات بغض النظر أنا ما نجمش نكون في رمي الرقم هذائي المعطا ما عنديش المعطاية ولكن الناس لكل محكمة المحاسبات قررت اللي فهمة تجاوزات اللي فهمة فلوس تدخل في الفليجة احنا ندخله في القطايا ندخل في الفليجة فمن جماعيات التمول معناها يزم نعترفه أول خطوة للسلاحية سنة نعملوا نقض ذاتي ونقروا بالحقاق لا لا فهمة تجاوزات عند حركة النهذا وغير حركة النهذا ولحد اللي هنم نعرفوش فلوس إكس قديش وفلوس غري قديش هذا يسوال اللي يزم يترح ويزم يتوضح للرأي العام اشتركوا في القناة